أكد حضرة صاحب الجرالة الملك حمد بن عيسى الخريفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على قوة ومتانة علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية والتي تشهد مزيدا من النمو والتطور في مختلف المجالات خاصة في المجال العسكرية خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصفرية هذا اليوم صعدت الفريق أول زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة زيارته للمملكة نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد محمد نواس شريف رئيس الوزراء وتمنيتهم الطيبة للمملكة وشعبها دوام تقدم والرخاء ورحب جلالة الملك المفدى برئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وكلفه بنغل تحياته إلى فخامة الرئيس الباكستاني ودولة رئيس الوزراء وخلص تمنياته لشعب باكستان الصديق بالمزيد من التطور والازدهار وأعرب جلالته خلال اللقاء عن تطلع المملكة لزيادة حجم التعاون المشترك وتطويره مع باكستان في المجالات الدفاعية والعسكرية وتبادل الخبرات لما لها من دور مهم في تعزيز روابط الأخوة الإسلامية الوثيقة التي تجمع البلدين منوه أن العاهل المفدى بأهمية تبادل مثل هذه الزيارات ودوام تشاور وتنسيق من أجل تعزيز أسس التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين كما أعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن تقديره للمواقف الثابتة لجمهورية باكستان الإسلامية والدعمة لمملكة البحرين وتعاونها الوثيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتصدي للمخاطر والتهديدات والمحافظة على أمن واستقرار المنطقة مشيدا جلالته في الوقت نفسه بدور الجالية الباكستانية وإسهامتها ومنذ عقود طويلة في نخضة البحرين وتطورها في كافة القطاعات كما جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات المستجدة في المنطقة والأحداث الإقليمية والدولية وعدد دلم القضايا موضع الاهتمام المشترك من جانبه أشهد رئيس هيئة الأركان المشترك الباكستاني بدور صاحب الجلالة وجهوده في ترسيخ وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما على المستوى الدفاعي والعسكري مؤكدا أن باكستان قيادة وشعبا تكون كل التقدير والاعتزاز لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة اشتركوا في القناة